بسم الآب والابن والروح القدس الإله إنواحد أمين مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً لسلوس قدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل قوان يظهر الدور كلها أمين في الأول أحب أشكر أتسابونة إبرقام على محبته كبيرة ليا يسمح لي أن أصلي باستمرار وأخذ بركة المزبح مري مرقص ومحبة كبيرة منه يسمح لي أن أتكلم في وجوده وذاكر أيضاً محبة الأباء أتسابونة مرقص وأتسابونة دانيال اللي دايماً بيقدموا ليه محبة خلال فترة زيارتي في أمريكا هنيكم برضو بعيد القدس العظيم الأنبى موسى الأسود أحد القدسين الكبار في الكنيسة عندنا ولليه سيرة عجيبة كما ذكرت في السنكسار وعشان كده الكنيسة ترتب لينا إنجيل معلمنا لوق البشير إصحاح 14 من آية 25 لآية 35 وبتتكلم عن التلميذ ويقول كده من لا يحمل صليبه ويدبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذاً وكل إنسان فينا عنده صليب بطريقة مختلفة فالنهاردة هي رسالة خاصة لنا لكل واحد فينا إن لم تحمل صليبك لا تستطيع أن تكون تلميذاً للسيد المسيح لكن الكنيسة النهاردة في قراءتها تدينا نقاط عملية تقول لنا إزاي أقدر أكون تلميذ وإزاي أقدر أن أحمل الصليب بطريقة عملية يعني في إنجيل عشية وإنجيل باكر بيتكلم عن موضوع واحد وهو الباب الضيق فيقول في إنجيل باكر فقال لها واحد يا رب أقليل هما الذين يخلصون ودائلين جداً لينفعوا يكونوا تلميذ لك يا رب فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الإيه؟ من الباب الضيق أول نقطة الكنيسة توصّه لنا النهاردة عشان نكون تلميذ للسيد المسيح إن نجتهد أن ندخل من الباب الضيق ناس قالت لربنا يسوع وده في إنجيل عشية يا رب يا رب أليس بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط طب ليه مش عارفهم يا رب لأنهم لم يجتهدوا أن يدخلوا من الباب الضيق حبوا يجتهدوا أو أن يدخلوا في الباب الواسع الباب اللي فيه شهرة الباب اللي فيه مجد الباب اللي فيه المتكأ الأول الباب اللي فيه الراحة لكن اللي عايز يكون تلميذ فعلا لازم يحمل الصليب وأول نقطة يعملها إن يدور على الباب الضيق ويمشي فيه علشان خاطر اللي بيمشي من الباب الواسع يقولوا يا رب افتح لنا فيجيب وقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم حينئذ تنبؤون وتقولون أكلنا قدامنا وشربنا وعلمت في شوارعنا فيكون لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم في أول نقطة اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق البوليس يقول لنا العايز يبقى تلميذ مش بس يجتهد لأن ندخل من الباب الضيق لأ لازم كمان يعيش حياة المصلحة يصالح ربنا ويصالح الآخر يصالح أخوه يصالح كل إنسان حواليه إن أوقات كتير بنقع في غلطة كبيرة ممكن ندخل من باب الضيق أي ندخل من باب الكنيسة ونخدم ربنا يسوع المسيح لكن وأنا بخدم معرفش أقدم محبة الأخوية آه دخلت من باب الضيق لكن معرفتش أعيش عيشة المصلحة عشان كده أقول لنا تاني خطوة البوليس لازم تعيشوا حياة المصلحة عشان كده قال لهم وعاتبهم أنا أيضا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بيكلم الناس بوليس الرسول بيقولوا أنا مش أقدر أكلمكم أنكم ناس روحيين عشان دخلتم من باب الضيق لا بل كجسديين كأطفال في المسيح ليه كلام ده كله لأن واحد مننا بيقول إذ قال واحد أنا لبوليس وآخر أنا لإبوليس أفلستم كده أنتم بشريين لما أسنتم المسيح وقلنا إن إحنا تبع الفريق الأولاني ونسألت إحنا تبع الفريق الثاني أنتم مش كده أسمتم المسيح نفسه أنتم كده أطفال مش ناس روحيين دخلتم الباب الضيق ودخلتم الكنيسة وخدمتم بس خصمتم بعضكم بعضهم فمن هو أبوليس ومن هو أبوليس مش الاتنين خادمان أمنتم بواسطة همه وكما أعطى الرب كل واحد أنا غرست وأبوليس إيه سقى لكن الله هو الذي إيه ينمي عايز يقول لنا ليس الغارس شيء ولا الساقي شيء بل الله الذي ينمي والغارس والساقي هما واحد وإحنا يجب أن نكون واحد ما ينفعش نخصم بعض يبقى أول نقطة عشان أكون تلميز للسادي المسيح لازم أدور على الباب الضيق واكتهد فيه تاني نقطة عملها إيه؟ أني أعيش حياة المصلحة ما أخصمش حد أبدا تالت نقطة أهرب من فساد هذا العالم ده الكاسيليكون يقول لك كده هاربين من شهوة الفساد التي في هذا العالم شهوات العالم كتير جدا وممكن نقع فيها لكن الإنسان اللي عايز يكون تلميز مش بس يهرب من شهوات هذا العالم ده برافو علي طبعا أني يعمل كده لكن كمان الكنيسة تقول لنا لازم يقدم في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية يبقى أنا مش بس مطلوب مني أني أهرب من شهوات العالم وأنا عشان يكون تلميز لأ ده كمان أقدم فضيلة واحد ممكن يروحي تسأله أنت أخر مرة اعترفت إمتى؟ يقول لي يا ابونا واحد كبير سألته في مرة قال لي يا ابونا أنا راجل كبير ما بغلطش ده أنا قاعد في البيت بنام واصحة لما بخرج ما بخرجش قلت أروح الكنيسة وأرجع فروحت قلت له إيه؟ برافو عليك إن أنت هربت من كل شهوة وفساد في العالم لكن إيه الفضيلة اللي أنت تقدمها؟ ده الكتاب المقدس يقول من لا يعمل ما نستطيع أن يعمل حسن ولا يعمل فهي إيه؟ خطيئة يعني الكنيسة العالية تقول لنا مش بس إن إحنا نهرب من شهوات العالم اللي إحنا دلوقتي بنجتهد إن نعملها لا ده لو فينا مننا هارب من شهوات العالم لازم يبحث كمان إن يقدم على فضيلة يبقى النهاردة عشان أكون تلميذ رقم واحد أدور على الباب الضيق رقم اتنين أعمل إيه؟ أعيش حياة مصلحة صح؟ رقم ثلاثة أهرب من شهوات العالم مش بس وأعمل إيه؟ أقدم إيه؟ فضيلة رقم أربعة الإبراكسيس يقول لنا حاجة جميلة خالص يقول لنا كده أيها الرجال إخواتنا سمعوني سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولاً الأمم اللي يأخذ منهم شعباً على اسمهم وهذا توافقه أقوى الأنبياء سأرجع بعد هذا وأبني أيضاً خيمة داود الساقطة وأبني أيضاً ردمها وأقيمها سنياً لكي أطلب البقون من الناس للرب بيكلم بيقول إيه؟ إن ربنا افتقد العالم زمان افتقدوا أولاً أنا لي أدور برضو أنا لي أدور أني أفتقد باقي الناس علشان خاطر أقرب كل الناس لربنا أنا عايز أبص الخيمة الخيمة الساقطة وأبنيها ناس كتير مننا بتيجي الكنيسة برافو عليها ودخلت مباب تضايق برافو عليها وعايش حياة المصالحة كويس جداً وبعيد عن شهوات العالم وبتقدم فضيلة لكن ما بتجمعش الناس ما تفتقدش الإخوة ما بتشوفش الناس اللي مش جاية مش جاية ليه الناس اللي بعيدة مش بعيدة ليه ده أنا ممكن أشوف واحد داخل الكنيسة أقول ياه لسه فاكر يجي ده بقى له مدة ما جاش وعد أقول كلام من جوايا أدينه إنه ما بيجيش الكنيسة باستمرار لأ النهاردة الكنيسة تقول لنا اللي عايز يكون تلمس حقيقي يعمل إيه يفتقد الإخوة يبني الخيمة الساقطة يدور على ردمها ويبنيها تاني لأن ربنا عمل كده في الأول وافتقد الله أولاً يبقى النهاردة الكنيسة بتقول لنا أربع نقط نركز فيهم لو عايز أكون تلميذ حاجة عملية أربع نقط أدخل من الباب الضيق أعيش حياة المصلحة رقم ثلاثة أبعد عن كل شهوة وأقدم فضيلة رقم أربعة أفتقد الناس اللي حوالي بصوا كده أنبا موسى الأسود عمل الكلام ده النهاردة ولا ما عملوش دخل من باب الضيق نعم لأنه كان إنسان عايش في رحب الطريق فأوسعه بعيد عن كل حاجة ضيقة لما يحب يأكل ممكن يأكل زي ما يسموه أكبر دبيحة ممكن يأكلها لما يحب يعيش في الخطيئة يعمل أصعب خطيئة ممكن يعملها بس اختار الباب الضيق ده رقم واحد رقم اتنين عاش حياة المصالحة كان بيصالح الإخوة كلها كان لما يشوف الشيوخ نايمة كان يعدي على البيوت بتاعتهم وياخد الجرار ويروح يملاها ويجبها لهم من مكان بعيد جدا عشان يحبهم ويعيش حياة المصالحة ده لما جوم رشرحوا يبقى قصيصا في الكنيسة وجوم قالوا انت اسود اللي جابك رح قالهم حقا عشان يعيش حياة المصالحة كمان بعد جدا عن كل شهوة لو سمعنا في السنكسار كانوا بالشياطين بتحاربوا بالحروب الأولى بتحاربوا بالأكل تحاربوا بشرب الخمر تحاربوا بسيرة النساء تحاربوا بأشياء كتيرة كان بيعملها أولا احنا ممكن عشان ما كناش بنيعمل حاجات معينة زمان فالشيطان ما بيحاربناش بيها لكن أصعب شيء لو كانوا بيعملها لو كانوا بيعمل حاجة معينة وبطلها تلاقي الشيطان بيحاربوا بيها جدا اللي فيكم مثلا او اي حد من برا كنسا كان بيشرب سجاير مثلا وبطلها تلاقي أول ما بتنرفز الشيطان يجيب له في دماغه ارجع اشرب تاني صح كده لاني بيفقروا بالعدل قديمة لكن الأنبى موسى ما كانش بيرجع أو بعد عن شهوات العالم وقدم فضايل كتيرة لدرجة أن الأنبى السيديروس قال له أنت كلك ايه أبيض قال له كده آخر حاجة افتقد الأخوة الأنبى موسى كانت جمع حواليه أكتر من خمسمائة أخ وكان بيعيش معاهم ويجمعهم أكتر من خمسمائة أخ لذلك انطبع عليه أنه هو كان تلميزا للسيد المسيح قدر أن يحمل صليبه ويدبعه بشافعة الأنبى موسى تكون معنا وللهنا كل المجد والكرامة في الكنيسة المقدسة إلى الأبد أمين موسيقى